السلام عليكم مرحبا بكم في قناة بغادي ديوغو كنتمنا تكونوا بصحة جيدة اليوم غنحضرو كريمة القهوة اللي كتقدم كدسير بارد بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت والنتيجة كتكون زوينة بزاف الى عجبتكم الوصفة متنسوش تديروا لايك ولكنتو اول مرة كتزوروا القناة مرحبا بكم اشتركوا باش توصلوا دائما بجديد الوصفات لتحضير هاد الوصفة غادي نحتاجوا جوجد صفار ديال البيض خمسة وسبعين جرام ديال سكار سانيدة خمسة وعشرين جرام ديال ناشا او ميزينة كيس ديال سكار فاني نصف لتر من الحليب و جوج معالق كبار مع مرنش ديال القهوة سريعة الدوابان غادي ناخدو الحليب نوضعوه في انا ونوضعوه فوق النار باش يغلي وغادي ناخدو انا اخر نديرو فيه صفار ديال البيض سكار سانيدة وغنطلعوه بالبطر كيما كتشوفو حتي يولي عندنا خليط ابيض ويولي علش كلموس غنطلعوه مزيان ثم غنضيفو ليه ساشي ديال سكار فاني وميزينة بعد ما نغربلوها وغادي نطلعو هاد الخليط مرة اخرى بالبطر غنطلعوه مزيان ثم غنطلعوه ثم غنطلعوه سريعات الدوابان انا ضفت هنا جوج مع القكبار معامرينش الناس اللي ما تيبغيوش القهوة تكون قاصحة ممكن انهم يطلعوه كيمياء اقل ثم غادي نصبوه الحليب اللي غلينا فوق هاد الخليط وغادي نخلطوه مزيان حتى تندمج المكونات وغادي نرجعوها الاناء اللي غلينا فيه الحليب ونرجعوها فوق النار مع التحريك حتي ولي عندنا خالي تقيل ما نتوقفوش على التحريك غادي تخليه فوق النار حتي يوصل الاختورية اللي بغيتو انا طحنتو فخلات كهربائي هاد الخطوه كتبقى اختيارية ولكن نتيجة كتكون زوينة بزاف مليك يتطحن وصبيتو في كؤوس ديال التقديم خليتو شوية حتى برد وزينتو بشوكولا سوداء محكوكا ودخلتو لتلاجح حتى برد مزيان وغادي يكون هادا هو الشكل نهائي ديالو كانت مننا الوصفة دياليوم تعجبكم وتجربوها بصحة وراحة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء